بما أن الأمير مساعد نصراوي يتحدث عن نصر وسيم الزهراني يرد عليك يا محمد يقول محمد العنزي يقول لازم تدفع مهر البطولة بالتعاقدات وش فادت التعاقدات النصر في الأسيوية وهم دافعين مهرها من شهرين وش ترد عليه؟ كيف شاف الفريق داخل الميدان في نهاية الأمر ما في فريق دائما يفوس ولكن هل هو منافس؟ هل هو قوي؟ هل هو فريق مقنع؟ يكفي أنه كان مرشح قوي للبطولة من كل المراقبين كل الخبراء وكان يمرشحون من هذه النصر لتحقيق هذه البطولة في نهاية الأمر المباراة يا صديقي سلبت من النصر في الملعب بشكل واضح وفاضح يعني ركلت جزاء لحمد الله ركلت جزاء لعبد الفتاح أسيري وفي أحيانا تحدث ظروف في المباراة لا تستطيع معها أن تحقق النتائج المرجوة وهذا ما حدث للنصر لكن تعال شوف النصر للنصخة القادمة تعال شوف النصر في الدوري تعال شوف النصر في البطولات القادمة سترى أنه منافس قوي ومرشح قوي وسيحقق الكثير من العلقاب لماذا؟ لأنه دفعت مهر لهذا الموضوع التعاقدات اللي قاعد يقدمها النصر هي مهر مهم وغالي جدا لمهم بطولة آسيا فقط لا لكثير من البطولات وتكلمنا عن هذا الموضوع كثير ولما يتكلم عن أن النصر انهزم وخرج منه على فكرة هو تعادل يعني هي ركلات الترجيح ولكن أنه خرج من البطولة نعم خرج ولكنه خرج وهو المرشح الأقوى لهذا البطولة ولكل بطولة سيدخلها النصر سيكون هو المرشح الأقوى والأبرز